أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وبسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك ربنا من تكلم سمعت نفقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك مقلره أنت الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يعد ولم يولد ولم يكن له الكفوا أخرى كل الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمموا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأدراب ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا رجب فيه إن الله لا يخلف الميعان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلاة وسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدي يا رسول الله يا من زكاك ربك في صدرك فقال ألم نشرح لك صدرك وزكاك في بصرك فقال ما زاغ البصر وما طغر وزكاك كلك فقال وإنك لعلى خلق العظيم صلاة وسلام عليك يا من رفع الله ذكرك ووضع عنك ذكرك ووضع عنك وزرك وشرح لك صدرك يا خير من سكنت للقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكرم نفس الفداء عروق أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم فاللهم صلي وسلم وزد ودارك وعظم وشرح وكرم على سيدنا رسول الله كلما ذكرك الذاكعون وغفل عن ذكرك الغافرون أيها الإخوة المؤمنون أيها المعزون الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في ليلة تكريم راحلة كريمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنها تسيح جناته وأن يتغمدها بواسع رحماته جئنا جميعا مشاركة واجبا عزاء لعائلات أبو سلامة عائلات المغفور لها بإذن الله تبارك وتعالى بقرية أشليم مركز قوسنا بمحافظة المنوفية فسعيكم مشهور جميعا حضر معنا هذا اللقاء الإيماني المغارك كتبي التلاوة بمصر والعالم الإسلامي قلي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش أمين عام نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية كما شرفنا بالحضور أيضا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيدة بلوفى من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية والذي تربى ونشأ في بيت القرآن الكريم بقوسنا البنك مركز قوسنا بمحاقبة المنوفي أيها الإخوة المؤمنون سئل أحد الصالحين صفلنا الجنة قال فيها رسول الله فاللهم أزقنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته في جنتك يا أكرم من سئل يا رب العالمين أدعو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشف العالم الإذاعي الكبير يمتعنا بكلام المولى تبارك وتعالى أسأل الله في عليائه أن يفتح عليه فتوح العارفين لك أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسك المترجم للقناة 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 أولو الألباب المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والذين يوصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخشون سوء الحساب والذين صبروا ويخشون ربهم وأقاموا الصلاة والذين ويخشون ربهم وأقاموا الصلاة واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا سروا وعلا بيتا ويدررون بالحسن سروا وقاموا الصلاة وقاموا الصلاة وقاموا الصلاة وضعوا جنة عدنية دخلوا لها جنة عدنية دخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين صبوا بتضاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا بتضاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا صلاة وأنفقوا بما رزقناهم صبروا 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 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدعتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم والذين ينقضون عهد الله من بعد المفاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ولو يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا لكم 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 ألا بذكر الله أقم إن القلوب الذين آمنوا وعبلوا الصالحات طبالهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأتقوا بالهم وحصل مآب كذلك أرسلناك في أمة قدر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمن قل ورب قل قل هو ربي قل هو ربي لا إله لا إله إلا الله وعليه توكلت إله إلا الله وعليه توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا إله إلا الله وعليه توكلت أو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قل ما به الموتى بل لله الأم أمر جميعاً أمر جميعاً أمر جميعاً أنا أمر جميعاً أمر جميعاً أمر جرد وأمر جميعاً أمر جميعاً او قطعت بيجي الارض او قطعت بيجي الارض او كل ما بيجي الموتى بل لله الامر جميعا 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 ولا يزال والذين كفروا تصيبه بما صنع قادره تصيبه بما صنعوا قارعة او تحل قريبا او تحل قريبا بامر دارهم حتى يأتي يوعد الله صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل لله الامر جميعا صنعوا قارعة او تحل قريبا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يخلف المياد صدق الله العظيم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المياد هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية المباركة فلها علينا قضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش أمين عام رقابة القراء بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد نتيشة العلوم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وقارئ اتحاد الإذاعة وتلفزيون بجمهورية مصر العربية نقلت هذه القراءة عبر أثيب الهندسة الإذاعية النار الكهربائية وحقات ديزل العالمية وكبرى مخازن الفراش الحديثة وقصر من قصور الضيافة المتنقلة فراشة وكهرباء الحق الجدري درويش وأولاده عمالقة الفراشة بمدينة ومركز قوستر أيها الإخوة المؤمنون بسن عائلات المغفور لها بإذن الله تبارك تعالى عائلات أبو رجب وعائلات أبو سلامة أتقدم لحضراتكم جميعا بخادس الشكر والتقدير على تأدية واجد العزاب بعد قليل أيها الإخوة المؤمنون يتفضل فضيل قبار الشيخ مصطفى السيد أبو الوفا من أعلام القرائد جمهورية مصر العربي والذي تربى ونشأ في بيت القرآن الكريم بقوسنا البلد لا استمعوا إذا فضل قلبت المكون بحدقهم مرضيش يا زياد مرضيش مرضيش يروح يقولوا أنا ما أحلمه يقولوا أنا ماشي ما أشتها قال لي ماشي وياح ترجمة نانسي قنقر